من يراقب هذه العمليات اللي بتتم في امتقال اللاعبين في الدور المصري سواء اللاعبين اجانب افرقى او غيرهم او حتى محليين ما هي الجهة الرقيبة اللي تحاسب على مئات الملايين اللي راح اجيه خصوصا من العملة الصعبة خصوصا من الاندية ذات المال العام من يراقبها من المفترض يعني هل في مباحث اموال عامة هل في نيابة اموال عامة بتشتغل يعني هل في الاخر العقود اللي بتقع على الدين مش في ضرائب بتدفع مقابلها اه طبعا مش في ايجاد ضربية تسألهم وتشوف في ايه بتتكلم على مية لعب اجنابي دلوقتي ما طبعا يا عزبريم احنا بنتكلم حتى على الافاركة بيقولك النايجرين لما بيجوا انت الطبيعة عشان تبعد تجيب لعيب لازم تاخد تعمل معاناة اللاعبة الافاركة بيجوا عن طريق شركات السياحة وكلاء بيجبوه وبعض الوكلاء كمان بيروح هو نيجيري او بتاعبي خلص اللعيب ده بياخدوا اكلهم ملكية خاصة باتفق هناك مع البتاع ولو تقلق وعمل وحبيه باعتهم رجل يباعتهم كل الاوراق بتاعته وفي الاخر من اللي بياخد الوكيل انت بتعمل سيفي وهمي للعيب اللي بيجي ده انه هداف الدوري نيجيري انه لعب لمنتخب إلومبي انه كان لقاحد لعيب منتخب الشباب والان ديها بتيجي تاخد قوم جاء ضم اللعيب بدون هو بنزاله فرصة كويسة انه ياخد لعيب لكن محدش النهاردة الدايرة انا بنخسر كتير اللي بيكسى فيها فرصة كويسة ان ياخد لعيب او ياخد عمولة لعيب او ياخد عمولة لعيب ايه القيمة فانده اللي انت كنت حدث لقداما الايمة دي فيها انه من ضمن الايمة اللي عندنا ان احنا عندنا هنا انه احنا جايبين فوق الـ 4 و 3 مهاجم اجنبي دول مؤثرين جدا على الدورة احنا عندنا اتحاد الكوروه ما بيحاولش احنا عندنا كان فرصة كويسك اوي اتحاد الكوروه تخلص من عيب انه يدير الدور مصري فيدير الكوروه بقى يدير المنتخبات ويدير المنتخبات عشان نعرف ده ويدير سياسة الكورو ويدير سياسة الكورو�� ويعط نظام قاعد بالتقول لدي الهاردة النا halves 13 요즘 مهاجم صريح نحنا اردى تلاقي الاهلي مهاجمه اجنبي ازا مالك مهاجمه اجنبي إن بمهاجم أجنبي برمز مهاجم أجنبي فانتبا تدور على المهاجم من المنتخب بشري تعاني فيه للمنتخب بتاعت ايه تاني الاربعة و تلاتين مهاجم الاربعة و تلاتين دي كان أول أول حاجة الحاجة التانية اللي هي كنت أعايز أقول حاجة على سامسون لكنه لأ إنه لما جيز زمالك إنه أحد محلين الكرة في الزمالك اللي هو مفترض إنه هو قريب أول من مجلس إدارة اتعجب وقال إنه أجماعة إزاي أجيب مهاجم أصير يعني ده مواصلت المهاجم إنه لازم يكون بتاعت أولان مش كانه لما الرجل ده خرج على القناة أشاد بالصفقة تثبته هو بالرأيين رأيه عكسه نبدو إنه ده المفتاح الحقيقي إنه بس تتكلم بصراحة وبحرية وبصدق و النتيجة إيه وصلت لإنه إيه لإنه سامسون هدف واحد في سموحة من عشر مباريات في آخر مباريات ما فيش قناعة تامة خالص من جانب الجادة الفاني إزاي ما لكله بييرى بيه ودلوقتي إيه عارب إيه بيدوروله على إيه إزاي إيه إيه صاحب ما بيكسهوني بقى يودوه في أبها برده آآ آآ أي حتى عارب السؤال هنا بقى كام لعب من المية دولة دولي يمثل بلاده تقريبا ممكن بنتكلم على جزء من اللعيبة العربية أهآ وأغلب اللعيبة اللي هم لده بديليه إن إحنا مثلا لما جينا شوفنا شوفناش لعيبة عندنا مع إن إحنا ممكن نحط مقيار كويس وذات لما نجيب لعيبة بعيدا عن دول يعني ما نجيب لعيبة من تنزانيا مبورك نافياسه من دول آآ في لعيبة مبورك نافياسه دوليينه بتاعه لكن في الآخر آآ إنت محطش أي معايير يعني في الدور الإنجليزي لازم يكون له عدد معايير من المباريات الدولية لعيبها عشان آآ ينضم المفروض اللي يضع المعايير دي اتحاد الكورة طبعا ويلتزب بها الأندية طبعا يعني إنما مش يعني إلى درجة حقل التجارب وإلى درجة نهب ملعان كده مبطل أو لقلب الإهمال مش على التهام نحن مش جهة اتهام لكن في الآخر فيه إهضار هائل فيه أموال عامة لهذه الأندية بهذه الصفقات الفضائحية التي يبدو أنه مفيش حد حتى محرج أو شعر بالخجل موسيقى